أعلن بيان أمريكي بريطاني مشترك عن توجيه البلدين غارات وضربات جديدة ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن وبحسب البيان فقد شاركت في الضربات كل من البحرين والستوراليا وكندا وهولندا واستهدفت الضربات الجديدة قاعدة الديلم الجوية في شمال العاصمة اليمنية صنعاء وقاعدة شريف وقاعدة الحفا في جنوبها وبحسب البيان المشترك فإن الضربات استهدفت ثمانية مواقع بينها موقع تخزين تحت الأرض تابع للحوثيين إلى جانب مواقع محصنة بقدرات صاروخية وأكد البيان أن الدول المشاركة في العملية لن تتردد في الدفاع عن المدنيين والتدفق الحر للتجارة والملاحة البحرية وهذه الضربات هي الثانية التي يشن فيها الحليفان الأمريكي والبريطاني ضربات مشتركة ضد مواقع حوثية وكان الهجوم المشترك السابق قبل نحو أسبوعين استهدف فيه أكثر من ستين هدفا حوثيا داخل اليمن فيما أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة استخدمت صواريخ توما هوك لقصف الأهداف الحوثية في اليمن وتعمدت عدم إيقاع خسائر بشرية غير ضرورية وكشف مسؤول البنتاجون كذلك أن الضربات تسببت بإصابات جيدة